الدخولية كيف شفت فترة مهند من فردان أبو مصور مهند الفردان خذ لان مهند فردان خذ لان كل ما تعنيه كلمة خذ لان من معنى الرجال شفيك شبا ميدي توترت الرجال عنده في برامج الواقع الخروج فقط 24 ساعة 48 ساعة تره مضر أكثر من ما هو نافع خروج مهند رجوعه أثر بشكل كبير على مهند وعلى شخصية مهند خلوني ناخد مهند الفردان بكل يعني وضوح مهند الفردان رجل لها قبول لها طريقة مع زملائها مع أخوانا يعني فيها روح حلوة الجمهور حابة لها قبول الرجال لكن مهند قاعد يحشر نفسه في زاوية هو ما لا فيها وش الزاوية زاوية الشي اسمه ثلاثة زايد واحد يعني أنت بيصير ثلاثة زايد اثنين بعد هو واحد وبالشين به الربع ما قدروا يصرفون المهند مهند تجي بعدين طويل مهند كده واضح اي واضح مرة مرس الطول ها اي مرس يترهي مرس يعتبرنا لازم يعني الطول ممكن يدخلك يخليك أربع زايد واحد يسأل يعني يمكن أنت تسير نايف معنا بس أنك تصير يعني بعد عدو صعبة خلاص هذه المجموعة لو قلت النايف مثلا لو النايف يعني كان ضعيف يعني كان بقول ما عليه بس نايف أنت ما شاء الله تبارك الله وجاك كم حدث جميل وجاك شي يعني رواج لأسمك ما استغليت زين جاتك امبراطورية يعني شف حصانة امبراطورية كل شي جاء نجم الشهر حطولك جميل ما كافي قالوا لك كده في النهاية قال ما معي معهم ما معهم نحتاج مهند نحتاج عفوا نايف رفيدي يكون معنا في الكوفيشون روم مهند انا ودي تكلم عن فترة مهند شوف مهند أنا سميه افضل السيئين افضل السيئين شلون اللهم لك الحمد ما عشنا نفس الدوران والتوهان في الامبراطورية الماضية الدخوليتي اغراضي قابلها لا ما قابلها لا شافها لا جبوه الدبران مقسم عليه هذه كلاشاها مهند وابتعد عنها تماما هل هي بسبب انه ترك الموسى وفريق بدون تحييز وفريق الاعداد انتبهوا للموضوع بدأت الاسبوع سلموا امبراطورية ثم انسحبوه خلوه يخلص امور ويخلص اعداداته او الاعداد كامل بالنسبة لفقرته ولا لا تمام الرجل افضل شوي نوعا ما في تواجد برضو كذلك في البرنامج في الاسبوع ذا اختلف نوعا ما قليل عشان كذا انا لقبت انه افضل السيئين يعني ما هم ممتاز ولا هوا افضل واحد فيهم لا افضل السيئين يعني كلهم سيئين كانوا افضلهم نوعا ما مهند ما زلنا نقول انه امبراطورية وليد راحت امبراطورية فيصل راحت امبراطورية من الثالث نايف الرفيدي راحت هذه كلها كلها خلاص الى يعني الهاوية لانها لا تشكل اي نقطة تغيير في برنامج نايف الرفيدي معنا طيب قبل نايف الرفيدي الرحب ابو حزام ومقطة منجا ابو حزام كيف شفت امبراطورية مهند باستثناء الدخولية دخولية كانت حلوة وممكن عزازلها بعد النظيوف اللي كانوا موجودين شالوا شوي منها اولا صبحكم الله بالخير جميعا ويوم سعيد ان شاء الله على الجميع امبراطورية مهند كانت سهل ممتنع دخل دخولية بسيطة بعد ما تأخر وبعد شد واخذ لكن الرجال دبر نفسه وهذا اللي نبيه من المتسابق دبر نفسك بالمتاحة وبالممكن ما هو بشرط انك تجيب وتفخفخ وتخسر ترى في امكانيات توفر لك القناة تلبس لبس اعراب تلبس لبس عشة تلبس لبس وازي انك تكمل بها المفروض مهند يمكمل بالكاركتر الى اخر الاسبوع بحيث انه يتجدد كل يوم يسوي مشهد ايضا مهند له لقطة حلوة هي يوم يرتب الهنقر وينظف حتى ينظف اللي تحت الكنب الولد خفيف زي النسمة يعني عشان كده قلنا افضل السيئ افضل السيئ مثل ما قال مثل ما قال علي انتي بس نقطة على الدليل يعني المتسابق لك الحق تكلم وعترض بالعكس حنا نشجع انك تعترض وطالب حقك لانك الان تعد في اكاديمية ولا تقبل اي شيء وكل شيء فلتله في عقلك لكن يجب ايضا نكون واقعين انت ما تثق في القناة ولا في العداد ليش تجي يعني اذا واحد معه جوال وجيته انا معدو خدته منه اروح اصوره صورته لقيسة طب المتسابقين اللي موجودين الحين يشككون فلي يشككون فريق الاعداد والايدارة ويقولك انا خلاص انا ما اضمن نفسي ممكن يجون بكرا قلنوا معك جوال استعطاء اكون واقع او استعفاق استعفاق استسخاء ما ادلوش تسس تسس لا انا بيفهمهم ان بنلقى عندك جوال مثلا تحت المخدة بياخذ المعد وبيسجل اللي قا عندك يروح يصور من يثبت له ومصدق ومصدق وترك الدوسر اللي الحق حتى يا رجل ترك الدوسر اللي الحقية انه يطلعك لو ما اخطيت كاكتب تزعل بزعل حتى لو مخطيت وجودك خطر على سير برنامج ترك الدوسر ترك الدوسر يوقف فكراته ومقدمين ما يوقف متسابة اه 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 انا شوف مهند بن فردان يعني اللي قبل المغادرة اه 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 هو تقريبا نفس مهند بن فردان اللي بعد ما ما تم رجوعه يعني اللهم تحسن شي بسيط جدا دخولي إمبراطوريته ما فيها لدخولية فقط لا أكثر ولا أقل اللي استمرت تقريباً أقل من نص ساعة واللي نجحوه للأمانة عايضة الزايد وبدرجة أقل نايفر فيدي ونجحوه كذلك يعني تعاون الشباب حمد الخزينة ومعادة الجماز فقط لا أكثر ولا أقل مهند بن فردان ماذا قدم في إمبراطوريته قدم لا شيء ولكن أنا أعرج عن نقطة عادي الغامدي أنه أفضل السيئين ولما نقول أفضل السيئين حين ترى ما نبدأ حين مهند بن فردان أنت سيئ يا مهند بن فردان إمبراطوريتك سيئة ولكنك أنت أفضل السيئين يا رب يا رب الإمبراطور اليوم يعني يتفادى أخطاء من سبقه ويعلم جيداً أن الإمبراطورية ليست دخولية ولا خروجية الإمبراطورية يعني مثل الكتاب